اختتمت هذا اليوم فعاليات الحملة التحسيسية الوطنية للوقاية من حوادث المرور والتي انطلقت فعالياتها منذ تاريخ الثالث عشر من الشهر الجاري تحت شعار رمضان مبارك سوق بأمان الهدف من هذه الحملة التحسيسية هو توعية سواق مختلف الأصناف بضرورة احترام قانون المرور وقواعد السلام المرورية مع تفادي مختلف الضواهر السلبية أثناء السياقة كالنرفزة أو المشاحنة في الطريقة مع أخذ قسط من الراحة في حال شعور بي التعب وتفادي السرعة المفرطة خاصة قبل موعد الإفطار وعلى جهة اللي بيس لي يركبوا الواقف معهم وليزاكسيدو والمرض وكل شي تخلط الرطار الديرة وتحافظ على السلامة الآخرين خير من اللي تتقلق وتعشي دائر كاريثة في حادث مرور تتسبب في موت الآخرين صحيح الأخ الكريم كين مطاعم للرحمة الناس رأي قايمة ما شاء الله صحيح علىها في شهر رمضان كي يكتروا حوادية المورور الناس قبل الفطار يزيدوا من السرعة يقول لك أنا باش نحق على الفطار ديفاء واحد سيبه يصهر في الليل حتى الصباح ومدى يحكم طريق ينعس يرقود في طريق لا قدر الله يصرح حوادية المورور نشوف روح يبلي ما نديرش اللي يفوت مي اللي سوق الرجالي اللي سوق مي خلوناش نسوق أهلس بسكويد دايما جيني غانو يقول لك المرة مطاعم شت سوق نوف برمي إيتو مي كنت خار أنا جيب خيفة نسوق بعقلي مانجري من ديو من نزاح مو موالو ليسونسينا نلحق البلاسة اللي راني فيها احنا يا هذي الطريقة كين نجو نفوتوه أنا خافوا منها مزي كين بدركوا والناس يبغوا ربي قطعونا قطعين طريق هذه دخلتها أطروت توليه اللي منتعك اللي سراتعك خلي تفرغ طريق وفوز من بيننا صائح عدم ارتداء خوضة لماذا؟ رايح حمالي أول حادث مورور ديرة حاجة اللي ولا تحميك خوضة الصياد رمضان كريم الجميع مشكر كل من سام ويسام في إنجاح هذه الخرجات الميدانية التي قامت بها حس برنامج المسطر من طرف قيادة الدرك الوطني الذي شاركت فيه الجمعية الوطنية للوقاية من حول المرور قصد توعية مستخدمية الطريق